مشاهدين الكرام، بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطبيق المرحلة الخامسة عشر من برنامج حماية الأجور اعتبارا من الأول من مايو عشرين عشرين حيث تلزم المنشآت ممن لديها إحدى عشر عاملا فأكثر بالالتزام بالبرنامج ويهدف البرنامج إلى ضمان بيئة عمل جاذبة في القطاع الخاص من خلال متابعة التزام المنشآت بدفع أجور العاملين لديها في مواعيد الاستحقاق المحددة وكذلك دفعها بالعملة الرسمية وبالمقدار المتفق عليه والموثقة في عقود العمل لكافة العاملين بالمنشآت سواء سعوديين أو وافدين مشاهدين الكرام للحديث أكترى عن نظام العمل المرن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد الديابي عضو لجنة الموارد البشرية بغرفة رياضة أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد ويسعد مساءك أهلا وسهلا نحياك الله ورحب فيك أستاذ المشاهدين نعم أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد يعني بداية نريد شرح عن هذا النظام الذي أصدره وزير الموارد البشرية وإيضا الفوائد لهذا النظام والمسمى بالعمل المرن طيب باختصار تم تعديل اللايحة التنفيذية فيما يتعلق بالمادة السبع عشرين بتنفيذ أحكام المادة 120 من نظام العمل المتعلقة بقواعد وضوابط تنظيم العمل لبعض الوقت بحيث تم إضافة ضوابط تخص العمل المرن الذي يقتصر على السعوديين فقط ويكون احتساب الأجر فيه على أساس الساعة ويصرف في شكل شهري أو حسب الاتفاق أيضا يكون العامل غير متفرغ للعمل عند صاحب العمل بشرط أن تقل ساعات العمل عن نصف ساعات العمل المعتمد لدى المنشاه وستحدث الوزارة لاحق نسبة العاملين بنظام العمل المرن حسب القطاع ولن يلتزم صاحب العمل بتعويض العامل بنظام العمل المرن عن جميع نوع إجازات المدفوعة الأجر مثل إجازات السنوية وإجازات المناسبات والإجازات المرضية كما أن العامل لا يخضع لفترة تجربة وليس له مكابعة نهاية خدمة ويسجل في التأميرات الاجتماعية بفرع المعاشات ولا يخضع لفرع الأقطار المهنية أو ساند أيضا يحتم احتسابه في نسبة توطين بثلث شعودي بشكل أن يعمل ما مجموعه 168 ساعة في السنة أيضا لا يتم تشغيل العامل في العمل المرن أكثر من 95 ساعة ويخضع للمادة 83 بحيث لا يعمل لدى منافس بعد ترك العمل ويجب أن يكون مذكور ذلك في العقد وأيضا العقد يتم توتيقه إكترونيا ويستطيع العامل أن يرفض العمل إذا كان غير متفرق ويتم الاتفاق على أوقات عمل معينة وأيضا تختص المحاكمة العملية في النظر في المنازعات التي تخص بهذا الأمر الجدير بالذكر أنه سيبدأ العمل بنظام العمل المرن بعد تقرابة 90 يوم من سدر القرار أي تقريبا 15 ديسمبر 2020 إن شاء الله نعم في نهاية العام بإذن الله نعم طيب أستاذ أحمد بالتأكيد كما ذكرت أن هذا النظام سيسهم في دعم التوطين لكن أيضا في المقابل يخشى من هذه الأنظمة أن تساهم في خلق وظائف تكون غير مستدامة للسعودين في القطاع الخاص أو حتى بمرتبات تكون ضعيفة أو منخفضة أو لا تتمتع ببعض المزايا التي تتمتع بها بعض الوظائف الموجودة المستدامة والحوافز ما تعليقك في ذلك؟ أي تغيير رئيسي في النظام شيء طبيعي أنه سيؤثر على بعض الوظائف ولكن بيكون تأثير جوهري بل يعتبر تصحيحي حيث يهدف البرنامج إلى استعدادات نوعية جديدة من الوظائف للبحثين عن عمل وزيادة فرصهم في الحصول على وظيفة مرنة لتمكينهم من الدخول في سوق العمل ورفع مهاراتهم وخبراتهم تمهيدا لتحويلهم إلى موظفين دائمين فهذا هو الهدف فبمجرد دخول العامل للوظيفة يستطيع أن يثبت نفسها ويكبس جهوده ليتمكن من الحصول على وظيفة دائمة بإذن الله نعم طيب أستاذ أحمد ذكرت أن هناك نوعيات جديدة من الوظائف التي ستكون موجودة في سوق العمل ما هي هذه الوظائف اليوم التي ستستجد في أحداث هذا النظام اليوم مع انفتاح التقنية الحديثة أعتقد أن يكون فيه وظائف كثيرة سيفص عنها قريبا إن شاء الله بمجرد أن يظهروا هذا الشيء عن طريق وزارة العمل إن شاء الله نعم طيب هل تتوقع أن تكون هناك نسبة عالية لهذا النظام في دعم التوطين أو في دعم التوظيف بالعمل المرين كم تتوقع النسبة التي يعني النسبة لا يوجد نسبة معينة لأن الموضوع لم يفتح حتى الآن ولكن هيستفيد منه عدد كبير خاصة من الباحثين عن عمل أو الطلبة الذين لازلوا على رأس الدراسة نعم إذن شكرا لك ربما كما ذكرت الطلبة على رأس الدراسة وتكون لهم بجانب الشهادة العلمية كخبرة أستاذ أحمد الديابي عضو لجنة الموارد البشرية شكرا لك وأهلا وسهلا فيك